السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غلمتم من شيء فأن لله قمسه وللرسول ولد القربان واللتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عمدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان الله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهو بالعدوة القصوى والرب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلقتم في الميع ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى منعي عن بينة وإن الله سميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعلا وإلى الله توجعوا الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أتا فاثبتوا واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريئكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديائهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون معيق وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على قبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا تران إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وره هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فاخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يقوموا غير النعمة وأن ننعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فالكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم يعنقضون عذاب في كل مرة وهم لا يتقون فإما تذقفن في العرب فشرد بهم من قلقهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواه إن الله لا يحب الخائنين ولا يهسبن الذي كفروا سبقوا إنهم لا يوجزون وأجلهم ما استطادوا من قوة ومن رباط الخل تريبون بعضو الله وعدوكم آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفيلك ما تمنى تظلمون وإن جنعوا للسلم فاجنعنا وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتباك من المؤمنين يا أيها النبي حرف المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقون الآن خفف الله عنكم وعلمان ما فيكم بعثا فإن يكن منكم مئة صابعة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله ما الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى إثنة الأرض تريدوا لأرض الدنيا والله يريد الأرض والله عزيز حكيم لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رعيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم أفلكم الله غفور رعيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من القبل فأمكن منهم الله علم لكن إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموال معنفس في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من وليتهم من شيء حتى يهاجروا وإن ثانصرواكم في الدين فعليكم النصر لا لكم بينكم وبينهم من ذاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرت ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهجروا وجاهدوا ما لكم فأولئك منكم وأولو الأرعام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أرباط أشهروا وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخص الكافرين وذانوا من الله ورسوله إلى الناس يوم الأجل الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتوا فوأخيه لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم ينظاهروا عليكم معدن فاتموا إليهم عدن لمدة إن الله يعب المتقين فإذا سرخ لشهر الحرم فقتلوا المشركين عد وجدتبهم وفضوهم وعصرهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقاموا الصلاة واتوا الزكاة فقلوا صبيلهم إن الله غفور رحيم وإن لحد من المشركين السجارة فأجروا أتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين آهدتم عند المسجد العرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يعب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرقبونكم بأفراهم وتاب قلوبهم وأكثر فاسقون اشترى بآيات الله ثمنا قليلا فاصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا ويقاموا صلاة وآتوا الزكاة فيخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكتوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أيمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكتوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوهم وعذبهم الله بأيديكم ويخذوهم وينصوكم عليهم وفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ما توب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبت ما تتوق ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما تخذوا من دون الله ولا رسله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعملوا مساجد الله شهد على أنفسهم بالقفض أولئك عبطت أعمانهم وفي النارهم خالدون إنما يعمل المساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وات الزكاة ولا منشه إلا الله فأساء أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سيقاية هادي وعمرة مسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستعون عند الله الله لا يهدي قوم الظلمين الذين آمنوا يجر وجهدوا في سبيل الله بأمولهم وأنفسهم أعظم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه رضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عيده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباكم وإخوانكم أولياء إن استعبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال يقترفكمها وتجارة وتجارة تكشونك سادة ومسكن وتوضونها عبا إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا عتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي قوم الفاسقين لقد نصركم الله في معطن كثرة وما حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وما ضاقت عليكم لغض بما رعبكم مولت المدبرين ثم أنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تره وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشيكون نجسون فلا يقربوا المسجد العرام بعدما عامم هذا فإن خفتم على تنفسهم فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله علم أكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يعظمون ما أرم الله ورسوله ولا يدينون دين العقيم من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت يهود عزير بن الله وقالت إن صار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أما يؤفقون اتخذوا أهبارهم مربانهم أربابا من دون الله والمسيح بن أمريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهه وإذا لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون يريدون أن يتفعون الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتمنوره ولو كره الكافرون هو الذي أوصل وصوله بالهدى ودين الحق ليظوره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والوهبان لا يأكلون لا يأكلون أموال الناس بالباطئ ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يوفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم إنما فتقوا بها جبهم وجنوب مضورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة تشهر عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة أرم ذلك الدين هو قيم فلا تضم فيهن أنفسكم وقاتلوا مشهين كافة كما يقاتلونكم كافة وعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل بالذين كفروا يضل بالذين كفروا يحلونه عاما ويحلمونه عاما ليواقئوا وعدة ما عرم الله فيعلوا ما عرم الله زين لهم سوء آمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا انفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تغفروا يعد بكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تدروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تعصوه فقد رصوه الله ذخرة والذين كفروا ثانية اثنين ذو ما في الغريدة قولوا لصعب لا تهزن لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكرته علي وأيده بجنود لم تروها واجعل كلفة الذي ركفروا صفلا وكلمة الله والعليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عربا قريبا هو سفرا قاصدا لاتبعك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالليل لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم الله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستعدنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر أن يجاهدوا بأموال وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنهم من سعدنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وعتابت قلوبهم فهم في غيبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لآبوا له عدة ولكن كيه الله ومبعاتهم فتبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أضعوا خلالكم وبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك المر حتى جاء العقوى ظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقولوا اذلي ولا تفتني لا في الفتنة ثقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصيبك حسنا كنت ثم إن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل يتولوا وانترعون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى العثنين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون صلاة إلا وهم كثالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموان ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في العياة دنيا وتزاق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم ومن منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأا أو مغاراتا أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن وطوا منها رضوا وإن لم يطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم رضوا ما آتهم الله رسول وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكل والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل سريطة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قلوا أذن خير لكم يؤمنوا بالله ويؤمنوا للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب نليم يحلفون بالله لكم ليضوكم الله ورسوله أحق أن يضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن لهنا رجعنا مخالدا فيها ذلك الخزي العظيم احذروا المنافقون لتنزل عليهم صورة تنبههم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب كل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزمون لا تعتذروا قد كفرتون بعد إيمانكم إن نعفعوا طائفة منكم وعذب الطائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهونا المعروف يقبضون أيدهم نسو الله فنسعهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يعذبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتعوا بخلاقهم كالذي يحاضوا أولئك حبيقت أعمالهم في الدنيا والآخر وأولئك مخاسرون ألم يتم نبعوا الذين من قبلهم قوم وحي وعاد وتمودى قوم إبراهيم وصعب مدين والمتفكات أتتم رسلون بالبينات كما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يعنى هنا عن المنكر ويطيعون الصلاة ويطيعون الزكاة ويطيعون الله رسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين عن المؤمنات جناتهم تجري ميتات الأنار وقالدنا فيها ومساكن طيبة في جنة عدد ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير احلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام مهم بما لم ينالوا وما نقموا إلا نغلهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون حرا لهم ويتولوا يعذبهم الله عذبا لهم في الدنيا والآخره وما لهم في العذب من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لينات أنا من فضله لنفس الدقوة ولنكون من الصالحين فلما آتم من فضله بخلوبه وتولأهم وعرضون فأقبوا من فاقبوا في قلوبهم إلى يوم القونة بما أقلقوا الله ما أعدوا وبما كان ركبون ألم يعلموا أن الله لننصرهم ونجواهم وأن الله علموا الغيب الذين يلمزون المطورين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جودا تزخرون منهم سخر الله ولهم عذاب أليم استغفر لهم ولا تستغفر لهم تستغفر لهم سبع مرة فلا يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله الله لا يذيقهم الفاسقين فلع المخلفون بما قد انخلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحو كلنا مجهنم أشد عروا لو كانوا يفقهون فليبحكوا قليلا ولبقوا كثيرا جزاء بما كان يكسبون فإن رجك الله إلى الطائفة منهم فستاذرك للخروج فقل لا تخرج مني أبدا ولن تقاتل مني عدوا إنكم وضيتم بالقود أولى موته فقدوا مع الخالفين وَلَا تُصَلِّ عَلَى عَدٍ مِنَّا تَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِنَّا مْكَفْرُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ وَمَتُعَى مْفَاسِقُونَ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمُولُمْ وَأَوْلَادٌ مِنَّمَ يَرِدُوا اللَّهُ وَيُعَذْبًا بِهَا فِي الدّنِيَ وَتَزَاقَ أَنْفُسُمْهُمْ كَافِرٌ وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةُنَا نَأْمِنُ بِاللَّهِ وَجَاهِذُ مَعْ رَسُولِهِ سَيَدَنَا كُلُوا الطَّالِمِينَ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَبُوا بِأَنْ يَكُومُوا معَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنماء وخالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الآراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله رسولا سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المنضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقوا نعرجون إذا نصروا الله ورسوله ما على المرسلين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع أزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أولياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وقبع الله على قروب فهم لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته